السلام عليكم يا شباب إن شاء الله سنكمل مع بعض موضوع growth وإن شاء الله في هذا الفيديو سنتحدث عن growth of maxilla بعد المبدأ على growth of maxilla أريد أن نتحدث عن شوية anitonimical structures سنراجحهم مع بعض لكي تسهل لنا فاهم growth فكذا وصلنا هنا خلائق أن هذه هي المكزلة التي نريد أن نقوم بها growth نراجع مع بعض سهل جدًا هذا الميزل سهل جدًا وقمون دين على نسبة لنا سهل جدًا اسمها الكريمل bone واسمها الثمويدل bone نتيجة التقاء هذه الاتقاء فرونتال والنزل والمكزلري واللاكريمل والاسمويدل نتيجة التقاءات مع بعض واتكون لدين جدًا أول سويتش الأول فرونتل ونزل ثم Celtic ثم فرنطولاكيينل فرنتو إثمويدل فرنتو زيجوماتيك Etيواتيكو مجزيلة د dust فرنتو نيسر وبعده فرايون مجزيلة وبعده فرايون دم تيواتيكو كاذوا فرايون الزيجوماتيكو فرنطو نيسل هنا اسموري بالمجزلري و اخر مجموعة مجزلري حسنا نرى المجزلة الوحدة نرى المجزلة نرى المجزلة هذه المجزلة سوف نرى ان انا لدي 4 مجزل أول واحد و أسهل واحد هو الالف للمجزل وهو ناحية السنين ناحية الحصوص و اختيار السنين ينطقى مع السمويدة في الوربطال فلو اسمه أوربطال بروسس و اختيار السنين و هذه الحصوص العليا اسمها انتيريير نيزل سباية لدي الفللر فرونتال أوربطال زيجوماتيك و هنا انتيريير نيزل سباية لقد قمت بس كنا نفس الكلام عندي فولتال بروسس عندي أفلال بروسس عندي زيجماتيك بروسس عندي أوربتال بروسس وعندي هنا انتبير نيزل سبايا هنا فصلنا المجزلة للكين وقمنا كده A E C D E F وقمنا كده A هو مكان الاتقاء للمجزلة في اسمه بروسس اف مجزلة B هو مكان الاتقاء للمجزلة مع الزيجماتيك بروسس اف مجزلة C هو الانفرال بروسس واضحة جدا D هو الانتيريو نيزل سبايا E يعني كان مفوت اتشافة اخرى او رخيسة هذا هو الكنين اميننس بدن ال F هذا هو الانفرال بروسس اف مجزلة نحن نقص للبلد البلد عندي هنا انساسي فرامل وعندي او بونز اساسيين عندي بلاتين بروسس اف مجزلة وعندي روزون تابليتو بلاتين بونز وعندي طفرامنا هنا ده اسمه بدن الدغاء مجزلة و MR إصifies كن blessed سوف أحل الرسم براتاين بول بركي المختلف إذا لا نستخدم هنا. هذا قام بعمل què ينقض هنا. إذن هؤلاء هو التجاري والحين مئن هذه الأبلوية. في المكان الذي ينقض في الدرجةителей. الـ C هو التجاري الثوالي. فقم بعمل الم dunno بالتجاري الثوالي. أيضا سوف تجاري بالضغط. لقد سمعت طفيته بأسم التجاري الثوالي. وخم أكثر للمجاحة التجاري الثوالي. وتسجاري الثوالي. وذهب عدده بأسم التجاري الثوالي. هنا ال H اسمها Posterior Neasler Spine ثاني A البراطرين بروسسس B البراطرين بول C الانتر مكزيلي سويتشر E البراطرين سويتشر D الانسائز في الكنال وعندي هنا دويتر وليسا البراطرين وعندي حاجة ال H هو Posterior Neasler Spine هنا سورة ثانية أريد أن أخذ فيها البلط مع البراطرين بول ولكمال نقص كما مع بعض هذا الجزء البلط الخاص بالمكزيلي فنسميه بلطين بلطين مكزيلي انما هذا البراطرين بول تقوم بلطين البراطرين بول ويبن دويتر هذا الانفيريو ناسل كونكير ويقوم بلطين مكزيلي وهذا الجزء البلط وهذا الجزء البلط ويقوم بلطين مكزيلي يمكن أن تقوم بلطين مكزيلي بلطين البراطرين بلطين يكون بلطين مكزيلي وعندي من ذلك تارات التجاه T-R, F, 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 F نأخذهم واحدة واحدة اول حاجة Downward and Forward هنلاحظ ان الصوتشر عامل كده يعني اوبليك والتالي اتجاه البروث بيبقى Downward and Forward طب ايه هم الصوتشر اللي بيحصل فيهم Downward and Forward هنمسك Frontal Fronto نيزل بعدين عندي Frontal بعدين Frontal والاسمويدو ماكزيلا الاربعة دول مع بعض اتجاه البروث بيبقى Downward and Forward وطبعا البروث بيبقى Downward and Forward وطبعا البروث بيبقى Downward and Forward يعني عندما ايه تكبر والنوز تكبر تساعد على ان يحصل البروث للمكزيلا عن طريق الصوتشر تمام؟ اهو هذا هنا فرنتو نيزل اثنين فرنتو نيزل اثنين فرنتو نيزل ثلاثة فرنتو اسمويدو اربعة فرنتو ماكزيلا لاتجاه البروث بيبقى Downward and Forward فرنتو نيزل فرنتو نيزل فرنتو نيزل فرنتو اسمويدل واسمويدو نيزل نجد الاتجاه التانية وهو Forward Growth وده لما يكون الصوتشر جاي بشكل هوريزونتل دائما زي ما قلنا اتجاه الصوتشر بيبقى على اتجاه الصوتشر بيبقى ايه؟ اسمه صوتشر هو جاي بلعب فهيحصل اتجاهه اتجاهه Forward تمام؟ نبص كده نفس القصة هنا لو بصيت من الجانب اهو ده هنا لو بصيت ده هنا البراطرين بروسس وده هنا البراطرين بول اللي هو الهوريزونتل ديت او الهوريزونتل بار يبدو هم الصوتشر اللي هو هو ترانسفرس براطرين هيحصل له growth فهيبقى اتجاهي ايه؟ اتجاهي Forward وطبعا هنا الهوريزون انه هو حصل Downward and Forward Growth of Mandible هتو عرفين الهوريزين 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 قدت الى Downward and Forward Growth of Mandible فده بميديات المجزلة انه يتعمل Forward Growth واللي بيساعدنا هنا Transverse Palatine Suture ساعات لما بنلاقي ان المجزلة نعو بنعمل حاجة اسمها Expansion وهنا نتكلم عليها Flexion الهوريزين نيجي بعد كده عندي نقطين من برسة هو By Surface Opposition وده بيحصل عن طريق Apposition و Resort الهوريزين بيحصل في Outer Surface المجزلة و في Oral Surface والمجزلة بيحصل عن طريق ناثل Sinus والمجزلة والتي بيحصل Resort في مجزلة نشوف عندي سورة مثل هذه هنا المجزلة هنا نقوم بإمكانك ناثل بغض نظر عن طفاصيل سيبدأ يحدث في مجزلة هنا أو هنا و في مجزلة هنا سيبدأ يحدث هنا لا بالمجزلة هنا بالمجزلة تمام تمام نقوم بغض نظر هذه سورة ثانية هذا ناثل و هذا المجزلة Sinus و هذا بيحصل في إنترنال Resort و فهو يؤدي للغرس و هنا يحدث على طريق الابوسيش إذا نقوم بغضنا على هنا يحدث من 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 المجزلة من من إتصال هنا و تحق نظر لحاجة أختيت هنا و يقوم تحقيق hu يحرك المكزيلة فورورد و هنا داونورد تمام؟ يمكن أن يحرك المكزيلة فتاة التجهات ترانسفيرس عن طريق الأوراسفرس فورورد عن طريق جيبوستي و داونورد أو يمكن أن يزود في البرتجال لنز عن طريق الأوراسفرس يجب أن يحصل على طريق الأوراسفرس يحصل على طريق الأوراسفرس و داونورد أوراسفرس و داونورد أوراسفرس و ان شاء الله سأفعل لكم خاصة بطريق الأوراسفرس و ما هي أهميتهم و كيف نقرأهم لأن هذه أهمية مهمة تطلع بها السنة نراجع هنا يحصل المكزيلة في اتجاه طريق 2 هدوى lago استخداد كثيرا يعمل المكزيل الجمهورد و مجزئ نعرض أيضا كثيرا عن طريق without a manual ولكن عضوى يمكن أن تقوم بحضر عن طريق الإنترمجزي و الزوائيع أيضا ممكنEN عبر الاستخدام لو نلاحظ كده عندي Down Road and Forward حصل عن طريق Structures ويزاني Vertical Lens عن طريق انه حصل Boon Apposition هنا في Heart Ballad وهو هنا ده بيساعد اللي ساعده في كده اللي هو Development of Avral Process بلاس انه حصل Internal Resorption في المaxillary والناثل حصل Forward Cross والي ساعد في كده اللي هو مبين البراطين بوستس ومجزلة والحريزونتا بليد بلاطين بول اللي هو Transparency Beratine Structures ساعد انه يحصل anterior growth ومعه بعض الأبوزيشن اللي حصل عند Pitch Brust لو جيت بصيت هنا من Frontal View سأجد ان يزاد عندي the widths واللينز اللينز ساعدني في Wild Lens وحصل Boon Apposition على ناحية في مجزيلة الـ Aura Surface of Blood طبعاً هذا يساعدها أنه حصل إنترنال ريسوربشن في نيزل سينوس في مجزيلة سينوس وحصل إمكاني في الويتس عن طريق الانتر مجزيلة وعن طريق الانتر مجزيلة وهو المبين زيجومة وهو المبين زيجومة كده أعتقد أننا عندما تلقوا البروسط في مجزيلة اكتب لي في الكمنتات لو لديكم أي مشاكل هناك مجزيلة أشفكم في جديد شكراً